وينضم إلينا من الدوحة موفد الغد أحمد عصفور أهلا بك أحمد دعنا نبدأ بمواجهة البرتغال مع غانا وفوز كبير وهدف أول للنجم كريستيانو رونالدو ومن ضربة جزاء هل انتابع أنصار المنتخب البرتغالي القلق بعد الهدف من تكرار سيناريو الأرجنتين أمام السعودية أو ألمانيا أمام اليابان؟ مرحبا بك محمد أعتقد أن أنصار البرتغال لم يشعروا بالخوف وذلك بعد أن رأوا دموع الحزن ودرجة التأثر التي بدأ بها كريستيانو رونالدو هذا المونديال حينما عزف النشيد الوطني في بداية هذه المباراة بدأ كريستيانو وكأنه متخوف من تكرار هذا السيناريو محمد كما ذكرت وكان الهدف أيضا من ضربة جزاء كما سجل ميسي من ضربة جزاء وبعدها فازت السعودية وحققت الإنجاز التاريخي بالفوز على المنتخب الأرجنتيني لكن ربما أنصار كريستيانو رونالدو كانوا لديهم ثقة في أنه قادر على تحقيق الفوز وكريستيانو كما تعلم محمد هو الهدف التاريخي للمنتخبات ليس فقط لمنتخب البرتغال سجل 135 هدفا هو متفرد بهذا الرقم هو الهدف التاريخي لنادي ريال مدريد ب450 هدفا الهدف التاريخي للعبة محمد أكثر من 800 هدف مع المنتخب وأيضا مع كافة ألندية التي لعب لها منشستر يونيتد ويوفنتوس وريال مدريد وأيضا العودة من جديد إلى منشستر يونيتد وسبورتينج حيث بدأ هذه المسيرة لكن محمد منتخب غاني لم يكن صيدا سهلا في هذه المباراة هو أول منتخب إفريقي يسجل في المونديال سجل ثنائية في مرمى المنتخب البرتغالي بعد أن عجز المنتخب السنغالي والتونسي والمغربي في إحراز أي هدف في هذا المونديال حتى الآن ليصبح المنتخب الغاني أول منتخب إفريقي يتمكن من تسجيل أهداف في هذا المونديال على أي حال انتهت المباراة البرتغال حصدت أول ثلاث نقاط لها في هذا المونديال في انتظار باقي المباريات اليوم تقام أيضا محمد مباراة أخيرة وهي آخر مباراة في الجولة الأولى بدور المجموعات من مونديال قطر 2022 التي ستجمع بين المنتخب البرازيلي ونظيره الصربي هذه المباراة أيضا تحظى باهتمام كبير لرؤية كافة نجوم المنتخب البرازيلي نعم أحمد هل هناك أي قلق أو تخوف من تكرار أي مفاجآت في المونديال كما حدث مع الأرجنتين وذكرنا سابقا خلال مواجهة البرازيل مع سربيا محمد يعني منتخب البرازيلي هو واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب هناك الكثير والكثير من النجوم خصوصا في الخط الأمامي شاهدنا المدرب أو المدير الفني تيتي في حيرة أثناء اختياره لقوام المنتخب البرازيلي وكانت أتضحية بالنجم روبرتو فرمينيو مهاجم ليفربول لأن كان هناك الكثير من العناصر في الخط الأمامي مارتينيلي من أرسنال مع أيضا جابريال جيسوس هناك فينيسيوس ورودريجو من ريال مدريد كتيبة كبيرة من النجوم أعتقد محمد أنه لن تكون هناك مفاجآت وهذه أيضا أراء أنصار المنتخب البرازيلي لأن هناك ثقة كبيرة في نايمار في باقي النجوم البرازيل واحدة من أقوى المنتخبات في هذا المنديال المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمنديال بواقع خمس مرات هو المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن أي نسخة في نسخ المنديال السابقة ظهر 22 مرة في 22 منديال تبقى الحظوظ والأمال بالتأكيد واردة للمنتخب الصربي لكن في النهاية أرض الميدان هي ستكون العنصر الحاسم والفاصل بين كلا المنتخبين نعم زميلي أحمد عصور موفد الغد من الدوحة كنت معنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر